تعرضت سيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم لإطلاق نار في منطقة الحزيمية تم بعدها نقل الوزير إلى منطقة آمنة وقال سليم في تصريحات لوسائل الإعلام أنه بخير ولم يصب في الحادث لكن الزجاج الخلفية لسيارته تحطب بسبب تعرضه لإطلاق النار ووفق وسائل إعلام محلية فإن الحادثة وقع في منطقة جسر الباشا التي تبعد بسبعة كيلومترات عن العاصمة بيروت